اشتركوا في القناة فرصة وظيفية جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة وقال السيد مصعب عبدالله المدير التنفيذي لإدارة تطوير الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس التنمية الاقتصادية إنه في حين تحظى المملكة بالمواهب ذات المهارات العالية إلى جانب البيئة الداعمة القوية والبنية التحتية المتطورة فإن ذلك يعزز من مكانة المملكة كوجهة مفضلة لشركات التكنولوجيا من جانبه قال السيد ميرزا أسرار الرئيس التنفيذي للشركة إن هذه الخطوة تمثل علامة فارقة لشركة سيتي أم ثري سيكستي في سبيل ابتكار واحتضان التحديات الجديدة التي تواجه قطاع الأمن السبراني حول العالم شهدت البنوك التجارية في الصين عجزا في صاف تسويات النقد الأجنبي بقيمة 121 مليار و300 مليون دولر أمريكية في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام وقال لي هونغ يان نائب رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي إن تدفقات الرساميل العابرة للحدود صارت تتجه نحو توازن منذ بداية العام وأضاف أن السوق النقدية الأجنبية تبدي مرونة قوية مع استمرار بقاء توقعات السوق والصفقات في إطار معقول ومنظم فيما يحافظ سعر الصرف على استقراره عند مستوى معقول ومتوازن والآن نترككم معدال أسواق المالية الخليجية وللحديث حول دور المرأة في عالم الاستثمار تنضم معي في الاستوديو الأستاذ ألاء الصالح المدير التنفيذي للاستثمارات الخاصة والمباشرة في مجموعة الجيافات مرحبا بك استاذ ألاء في النشرة الاقتصادية مرحبا مشكورين على استضافتكم لليل يوم شرف لنا في البداية استاذ ألاء لو نتحدث عن وجهة نظرك عن دور المرأة في عالم الاستثمارات الخاصة أو الملكية الخاصة اليوم شهد دور ومشاركة المرأة في مجال الـ private equity أو الأسهم الخاصة تطور كبيرا إذا نشوف على خلال العشر سنوات الماضية وكان في عدة مبادرات اتخذت على مجال المنطقة والعالم لزيادة من تمثيل المرأة في هذا المجال منها المؤتمرات والمنتديات والبرامج التدريبية وغيرها من الفعاليات التي كان هدفها استقطاب المرأة في هذا المجال لكن إذا نشوف اليوم تمثيل المرأة في هذا القطاع ما زال منخفض نوعا ما ولكن في رأيي وجود المرأة في هذا القطاع جدا مهم ويبيلها بمبادرات مختلفة وزيادة من المبادرات خصوصا في البحرين في زيادة وجود المرأة في هذا القطاع طيب استاذ ألا ماذا عن التحديات يعني كيف يمكن أن تتخطى المرأة التحديات المتواجدة في قطاع الملكية الخاصة وتعزز وجودها في هذا القطاع الحيوي من أكبر التحديات التي تواجهها المرأة اليوم هو إثبات قدرتها على أتمام هذه الاستثمارات والصفقات في مجال الـ private equity أو مجال الاستثمارات الخاصة هذا بالنسبة لي أكبر تحدي وهو بطبيعة الحال هذا المجال يسيطر عليه الرجال بشكل كبير وإذا نشوف الأحصائيات التي طلعتها السنة المرأة تمثل تقريبا 16% من هذا المجال وهذه النسبة طبعا جدا من خفضة ونسبة نشوفها في العالم ليس فقط في البحرين أو في المنطقة فبرأيه الشخصي وجود المرأة في هذا القطاع في صعوبات مثل ما ذكرت من هالناحية وبعد الصعوبات اللي نشوفها هو في إيجاد نساء بحرينيات بكفاءة اللازمة وبالمهارات اللازمة لدخول هذا المجال وبالأخص استعداجهم لدخول هذا المجال فمن المباجرات اللي أظن أن نقدر نطور من هالظاهرة هو تثقيف المرأة وتثقيف الناس عن مجال الـ private equity ومتطلباتها والمهارات اللي لازم يتخذونها أو يكتسبونها عشان يجشون في هذا المجال ونبين لهم ما هي الفرص أو التجارب اللي يقدرون يكتسبونها مع جخولهم في هذا المجال أظن بهذه التوعية نقدر أن نزيد من تمثيل المرأة البحرينية في هذا القطاع بالتأكد ولربما منصبك في شركة GFH خير مثال لوجود المرأة في هذا القطاع في البحرين بالتحديد طبعا وهذه الظاهرة حتى إذا تروحين جول ثانية يعني لما نروح في سفرات في أمريكا أو في بريطانيا وغيرها من الجول هذه الظاهرة مثل ما ذكرت مو بس في البحرين حتى لما نروح في هذه الجول نرى الأقلية يكونون النساء يعني المجال تقريبا يعني مثل ما ذكرت يعني أكثر من ثمانين بالمئة هما رجال فإحنا حابين أن ننطور من هذا الشيء في البحرين ونكون كما ذكرت مثال لهذا التغير بالتأكيد طيب أستاذة يعني كيف يمكن للمرأة أن تعزز وجود الاستثمارات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية أو الاستدامة في هذا القطع بالتحديد أهو هاي النقطة بالذات أهو دافع من الدوافع اللي المفروض المرأة تدخل هذا المجال لأن المرأة كغريزة يعني عندها غريزة فريدة من نوعها أنه هي طبعا العوائد المالية والأرباح بتكون مهمة لها ولكن دائما نحب أن نستثمر وأن يكون عندنا تأثير إيجابي على المجتمع وأن نتطرق إلى الاستدامة أو القضايا الاجتماعية فمن منظوري المرأة عندها القابلية أو عندها المهارة أن تنظر الاستثمار بطريقة لم يتم نظر إليها بشكل كبير أو حتى لو نظروا إليها بيكون فيه نظرية شوي نظرة محجودة فبرأي المرأة عندها هاي القابلية أن تفكر في القضايا الاجتماعية تفكر في الاستدامة تفكر أنا شون أقدر أسويها الاستثمار وأن يكون عندي تأثير إيجابي على المجتمع وهل هناك مشاريع حية تعبدون عليها في المسؤولية المجتمعية يعني تخص الاستدامة حاليا؟ عندنا عدة مشاريع في مشروع طبعا انطلاق من كم شهر من خلال النوى فاونديشن النوى فاونديشن هو فاونديشن تقريبا صار لسنة من يوم أطلقناه وأطلقنا مركز نفس اللي هو نفس mental health well being and rehabilitation center نختص بالصحة النفسية بالصحة النفسية وكما ذكرت هو الهجف من هذا المركز أنه طبعا مثل ما قلت أنه يكون لعائد مالي ويكون لأرباح وكذا ولكن في نفس الوقت ننحل مشكلة في البحرين عن طريق هذا المركز بأكيد الأستاذ ألا الصالح شكرا جزيلا على حضورك شكرا